موسيقى احنا عملناها حمام بتاخد شكل الحمام وهنعملها بخلطة حلوة جدا ان شاء الله بشي بطالة تعمل الأكلة دي معنا بسم الله الرحمن الرحيم انا معي كده اللوراك ولما جبت اللوراك خليت الراجل خلاهالي يعني عشان اقول له انا عايز اعملها حمام كداب يعني انت اللي بتاع الفراخ ولول انا عايز اوراك بس خلاهالي عشان اعملها حمام كداب وجبت وانا باجيب اللوراك جبت نص كيلو كبدة ومعي هنا بقى في الطبق 3 بصلات كبار وخرطت عليهم 3 قرون فلفل اللي هو الفلفل الحامي ومعي كده اللوراك وطبعا اللوراك لما تجيبيها اقول له لما هو يخلي هالك هو من طبعا بيبقى لهم صنعتهم بيخلوها حلوة قوي شايفة وقول له كده انا عايز اولوراك مخلية علشان خطر اعملها حمام كداب بيعملوها لك وبقى بتبقى سهلة عليك يعني عشان ما تقفش كتير في المطبخ طبعا غسلت اللوراك كويس جدا والوقتي بقى كده ابدأ ابهر اللوراك عشان يبقى طعمها حلو معي كده تبقى حاجة حلوة اعملت ايه بقى رشت عليها رشة الملح ورشة فلفل اسود والوقتي دي رشة ارفة الارفة والفلفل اسود والملح بيدي طعم حلو قوي وكمان يبقى وراكت كده متبهرة يبقى الطعم حلو وابدأ ادعك كده بقى البهارات دي في قلب اللوراك كده بالمنظر ده من جواها كده ومن بره عشان خاطر يبقى معي اللوراك طعمها حلو تمام اول حاج كده انا بهرتهم اركانهم بقى على جنب لحد ما انجهز الخلطة كون هي حتى شربت من الملح والحاجات اللي احنا بهرناها بيها معي بقى كده حلع البتجاز وحط عليهم معلقتين سمنة وانزل عليهم شوية زيت ومعلقتين سمنة كبار وعليهم شوية الزيت واسبهم بقى يتقضحوا يتقضحوا جويس كده عشان هنزل عليهم بالبصل التلب بصلات كبار وعليهم الفلفل الحامي طبعا الفلفل الحامي هنا بيدي طعم ورحة حلوة بس انت طبعا لو بيش حبها الحامية ملاشتو حطيه وانزلت عليهم برشة ملح عشان ايه تسرع معي ايه البصل يتبر بسرعة كده وتنجز ايه في الوقت شايفة البصل اخلاص دبل معي هنزل بقى عليه كده بنص كيلو اللي هو الكبد اللي انا جايبها من عند بتاع الفراخ خلاص ابدأ بقى الوقت اشوح الكبدة كده مع البصل لحد ما يغير اللون بتاعها وبش حط ايه توابل دلوقت خلاص بعد ما الكبدة كده دبلت معي انزل بقى لهم البهارات معي معي الملح طبعا الملح بالتزبطه مع لاقية بابركة كبيرة ومعي مع لاقية فلفل اسوك كبيرة ومعي مع لاقية صغيرة كده اللي هي البهارات المشكلة وابدأ بقى كده اقلب بقى البصل مع الكبدة مع التوابل اللي هي البابركة والفلفل الاسود والملح والبهارات المشكلة الحاجات دي طبعا بقى ونكهة حلوة اوي للاكل وطبعا كل ما تقطر البصل في الحاجات الفلحة لما منحشي اي حاجة البصل هنا بيدي طعم حلوة اوي وطبعا كل ما بتجيب توابلك كده حلوة من عند العطار بتدي طعم حلوة اوي للاكل يعني انت كل ما تجيب التوابل بتاعتك حلوة يدي طعم اكلك حلوة اوي شايفة تابلته كله كده وخلاص الكبدة معي استوته وكل شايفة اللون بقى حلو ازاي الوقت انا معي كده البقى الرز غسلاء اللي هو الرز المصري العادي وابدأ بقى الوقت كده اشوح الكبدة مع البصل مع الرز عشان كله يشرب من بعض كده اكني بقى بتعمل مع الرز كده عشان يبقى نفلفل وحلو وكمان يبقى طعمه حلوة اوي طبعا البصل لما بتقطريه وتاولوا الحاجات دي بتخلي الحشوات بتاعتك انت بتحشي بيها حمام حمام كداب زي بتاعنا النهاردة بيدي طعم حلو اوي لأي حشوة بتعمليها شايفة والتقليبي كده كويس انزل بقى الوقت عليهم كده بالمية المية بقى طبعا هنا انا بش اغطي المية خالص انا بصي المية بتبقى قليه لان انا هديله ثلاث تربع سوا بش هسويه السوا الكامل ثلاث تربع سوا بس شايفة المية بش مغطية خالص اغطيه بقى كده واسيبه لحد ما ياخد الثلاث تربع سوا بتوعوش بميته الخلطة خلاص جاهزة معي هي واستوت طبعا ده ثلاث تربع سوا وهتبقى معاك باللون ده والطعم ده عايزة اقولك الريحة يعني جاب الشقة كلها من حلوة الخلطة بالاكتر كمان اللي يكون ما بتعمل الخلطة بتاعتك حلوة اللي وراك او الحمام اللي هم نعمله النهار ده يطلع معاك يطحفة وحلوة اوي المعاي اللي خلاص اللي وراك كده متبهرة طبعا حركناها فشربت البهار بتاعها ويبقى طعمها حلو كده شايفه ابدأ بقى الوقت كده ان انا ايه احشي احط الخلطة طبعا هي هدية معايا ابدأ بقى ايه احط الرز والحاجة في قلب اللي وراك شايفه النيحة اللي فيها الدبوس دي ابدأ احشها كويس بالرز علشان خاطر شايفه بتحط الرز دي هنا كده لحد بتاعت الدبوس كلها عشان يعمل الرز كده زي بتاعت الحمام شايفه حطيت فيها الرز ازاي وما تكتريش الرز قوي في الوراك عشان خاطر يبقى معاك ايه حلو لان ما تنسيش برضو الرز دي سهيكمل سواه فهيزيد معاك كده حلوة اوي تمام وحاولي ما تخليش رز ولا حاجة على الوراك ولا في الطبق اللي انت شغالها عليه عشان خاطر يبقى الحاجة بتاعتك شكلها نظيف وحلو شايفه وابدأ بقى بالجلد بتاعها كده قافل بقى اللي وراك بتاعتي كده افليها كده على نفسها كده وبروميها هيطلع شكلها حلوة شايفه من غير ما لسه نعمل فيها حاجة بص الشكل عمنا زي الحمامة ونظفيها كده من الرز ولا اي حاجة ما تخليش عليها اي حاجة خالص بجد اكلة طحفة دلوقتي كده معايا بقى اللي كاس اللي استريتش دي بصي بقى ولا هنعمل بقى مخيط ولا هنجيبكي سحراري ويكلفنا ولا هنجيب بقى الخلة والحاجات اللي احب نقعد نعمل بها دي لا اللي كاس اللي استريتش دي هاتيها يبش غالية وخليها عندك في المطبخ لان احنا هنستخدمها في اكلات كتير فانت لما تجيبيها بصي وتقفلي عليها كده هي دي حلوة تفقية بصي بتقفل الحاجة كده كويس وما تخلاش تطلع يبقى القفلة بتاعها كده مقفلة كويس اوي وبتبقى سهلة معاك لان هي ايه بتبقى كاس منها طرية وبتاع فبتبقى ايه متوعاك يعني بتقفل كويس اوي على الحاجة شايفه ولا خيطنا بقى ولا جبنا خيط ولا خلب تحت السنان ولا كل الكلام ده كله ولا كاس حراري اللي هي الغالية لا احنا افلناها بكاس الستريتش ديك وبش غالية خالص وخليها عندك في المطبخ ومعايا برضو ورق الالمونيوم ده الورق الالمونيوم ده انا بجيب اللفة بتبقى بسبعة بتمانية جنيه بش غالية برضو خليها عندك في المطبخ انامل بقى الاكلات دي وبتبقى سهلة بصي بتقفل على روحها كده وتطلع معاك الحاجة مظبوطة ادي اعملت اول ورقة وهو هاعمل التاني وطبعا الرز والحاجات دي لازم انا اشيلها وخلي الطبق قدام نضيف عشان تبقى الوراك بتاعتي او الحمام بتاعي يبقى شكله نضيفه حلو فيه طريقة تانية ممكن ان انا ايه احط الكيس الستريتش كده عالطبق شايف احطه كده عالطبق عشان يبقى سهل معايا لما اجل في بيها الحمام بتاعي احط الورقة التانية وابدأ برضو احط برضو الخلطة اللي احنا عملناها دي شايفه بالمنظر ده كده على فكرة اكلة سهلة وسريعة وطعمها حلوة اكتصادية اه بش اتاخد في ايديك حاجة بس طبعا احنا هنا عشان بنشرح بس فهو ايه الشرح والتصوير هو اللي بياخد وقت لكن ايش لما تعمليها اكلة سريعة جدا مش اتاخد في ايديك دقائق وخلاص حاشتها كويسة هو وابدأ برضو شايفه اجيب بقى الكيس اللي استريتش اللي انا كنت احطها على الطبع وابدأ الف بي كده الحمام بتاعي سهلة قوي الكيس اللي استريتش ديك هتسهل معاك خالص اللي هي الحمام هتخليه بالنسبة لك سهل وخالص النهاردة والاكلة دي اكتصادية جدا نشوف النهاردة الحمام بكام لما تجيبي كده وتعمليه والله كتأكله تحفة وكمان لو ما تعمليها في العزيم حلوة اوي حاجة كده صراحة بتشرفك وقفلتها هو برضو تاني ايب انا كده عملت معاك اتنين خلاص عملت الاربع توراك بتاعهم وعملتهم بنفس الطريقة الرز طبعا اللي فاط ده الخلطة اللي احنا عملناها اجيبه بالرز طبعا انا هكمل سواه عشان هديله فرشة حلوة من تحت ايه الحمام بتاعي معايا بقى حلع البوتاجاز فيها مية بتغلي حطيت فيها بصلاية ولا اقرولة ومعايا كده اقرني فلفل بيدي الناكهة حلوة قوية وابداي برضو بهاري كده بالفلفل اسود والملح في المية واحطي كده الحمام في الحلع اجيب الزبط كده هتاخد معاك نص ساعة نص ساعة تبقى الحمام جاهز معاك نص ساعة بالزبط وغطى عليها واسبها نص ساعة وبعد نص ساعة بايبقى معايا بالشكل ده كده خي خلاص كده استوت هتاخد نص ساعة بش اكتر خلاص استوت معايا طبعا الشرب والحاجات دي هتترمي مش هينفع اعمل بها اي حاجة ولا اطبخ بها ولا حاجة دي هتترمي خلاص الشربة دي يا جماعة هرميها انا بأكد عليك وهو دي هتترمي خلاص ابدأ بقى الوقت كده افتحها شايفة بعد ما خدت نص ساعة هتطلع معاك بالشكل ده شايفة الورق الالمونيوم والكاس اللي استريتش قفلة على روحها ازاي محتاجناش بقى نتعب روحنا بقى بالخيط والحاجات التانية دي خالص اللي استريتش ورق الالمونيوم هيسهلها معاك خالص وطبعا الحاجات دي هتترمي بعد كده وده شكلها كده بص مبروما ازاي ومقفولة على روحها كده وهيبقى شكلها حل وقوي وخلي بالك عشان هو سخن شوي بص ما شاء الله شكل الحمامة سبحان الله معايا هو دلوقتي بقى انا هعمل لها يعني عشان خطر تاخد وش تحت الشواية جبت كده معلقتين صلصة دول معلقتين صلصة السلصة اللي هي الجهز وعليهم شوية زيت وحطيت عليهم شوية فلفل اسود ومعلاقة سكر صغيرة وشوية الملح واديوها تقليبة يبقى انا هقلب كده الزيت مع شوية المعلاقتين السلصة اللي هي الجهزة مع شوية سكر مع شوية فلفل اسود وديها كده مسحة كده من على الوش عشان اديها شكل حلو قوي ممكن تعملي كده وممكن تحمريها على البتجازع دي خالص وكدها خلاص دي هنتقى هوا وحطها تحت الشوية تحت الشوية اللي تاخد لوم بس ده خلاص كده هيبقى الجهزة معي على فكرة اكلة حلوة قوي وان شاء الله تعجبك بإذن الله وطبعا للرز اللي هو فضى هوا سويته وهديها فرشة بقى كده من ايه تحت الحمام ابدأ بقى ارس كده الحمام شايفة شكله حمام ده بقى اولا مش حمام بس هو ايه حمام كداب عشان هي وراك واحنا عملناها حمام شايفة هيطلع معاك بالشياكة دي والشكل ده وعلى فكرة من الحاجات اللي ممكن تعملها في العزيم حلوة قوي على فكرة ما هتعمليها عيالي كلهم هيفرحوا بالاكلة دي قوي والريحة بقى مش عايزة اقول لك جايبة الشقة كلها سبحان الله وكل ما هتخدم الخلطة بتحتك اللي احنا عملناها النهاردة بالحاجات والتوابل وكل الحاجات اللي احنا عملناها هتلع معاك بالشكل ده وان شاء الله بألفه هنا وشفه لو عاجبك الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجا لاشين في البداية كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وان شاء الله النهاردة جايلكم فيديو حلوة قوي وحاجة لكلنا بنحبها وبنلاقيها دايما في العزام وفي الافراح اللي هي المكانانة محمرة من الحاجات اللي دايما محبوبة وان شاء الله اقول لك على طريقة ووصفة لها حلوة جدا وسهلة قوي وبتكاية حلوة قوي وعرائسنا الجداد برضو بناتنا الصغيرين اللي ما يعرفوش يعملوها ان شاء الله يعملوها معانا وتطلع معاهم هيلة جدا شايفة شكلها وطعمها ورحتها حلوة جدا ويلا بينا نبتدي على بركة الله ونشوف عملناها ازاي نبتدي على بركة الله كده اول حاجة انا معايا حل على البوتجاز وحط فيها شوية زيت واقومة شوية زيت سخنة شوية كده انا هعمل كسين مقارونة انا نزلت بأول كيس ودي تاني كيس ايبقى انا كده حطيت شوية زيت وكسين المقارونة بيش هعمل حاجة اكتر من كده واد افضل اقلب فيها وافضل حاجة لما تجيب المقارونة هاتيها مقارونة اللي هي اسمها مقارونة التحميل يعني المقارونة التحميل دي بتبقى افضل يعني فيه مقارونات كبيرة والحاجات دي مش هتديك يعني شكل حلو المقارونة المحمرة دي اللي هي مقارونة التحميل بتديك شكل حلو اوي ونصلى على النبي كده واحنا شغالين وصلى على الحبيب قلبك يتيب وابدل اقلب فيها كده وطبعا النار هنا لما وسط النار يعني اللي علي قوي ولواطي قوي النار هنا كده في الوسط وافضل ايدي كده بقى افضل اقلب اقلب كده علشان خطر ما تتحرواش او تبقى واحدة وواحدة شايفة بدأ التلون معي هي وطبع المكرونة دي من الحاجات اللي حدبا بنلاقيها بنعملها طبعا في بيوتنا اللي هي بتنفعنا جنب اللوبيا جنب البسلة جنب البطاطس الحاجات دي كلها يعني بتبقى محبوبة زيها زي الرز يعني مفيش جنعانها ان شاء الله تعملها بطريقتنا هنا المكرونة شايفة قدتني اللون ده في ناس بتحب اللون دوك اللي هو الدهبي بس الفاتح براحتك خالص اللون ده برضو كويس في ناس بتحبه بس انا بقى بحبوش كده الصراحة انا هغمقها شوي انا بحب اللون ده شايفة اللون ده ده اللي انا بفضل اللون اللي هو الدهبي الكهرماني الغمق شوي بتبقى حلوة جدا وهنا بقى التكالي بقولك عليها شايفة ده بطرمان صلصة عندي هاخد منه كده معلقتين صلصة حطيت كده معلقتين صالصة والصالصة عشان تحافظي عليها تغديها بمعلقة نشفة ونديفة تغدي منها وتغطيها وتحطيها في التلاجة على طول عشان ما تبصي ونزلت على معلقتين الصالصة كده بالمكارونة مع مكعم مرأ وافضل أقلب كده معي شايفة بقى لونها حلو إزاي اللون دوك بسبب معلقتين الصالصة وأول ما رحيتها تطلع عليها كده هنزل عليها بالمية بتاعتها وبرحتك برضو عندك أي شربة فراخ أو لحمة حطيها كله شغال وكله حلو طبعا هتبقى أفضل بس الناس اللي مش متوفرة عندها الشربة حطي معانا مكعب المرأ برضو هيعمل الواجب وهتبقى حلوة جدا والمية هنا بحطها يعني أعلى من الرز شوية شفت المقير الرز لا هنا بتبقى عالية شوية بتاع لتين كده صباح عشان المكرونة تاخد راحيتها وهي بتستوي وهنا زبطت الملح التاعي وما تنسيش اللي احنا حطيه مكعب المرأ زبطت الملح وهنا حطيت معلقة فلفل اسود وسبتها على النار عالية لحد ما تشرب ميتها سبتها على النار عالية لحد ما شربت ميتها في المرحلة دي بقى لازم أنا أقلبها عشان خطر اللي تحت واللي فوق كله يبقى سوى واحد هنا بقى وطي النار خالي ساكني بسوي رز واسبها على النار هادي لحد ما تتشرب تماما ودي شكلها بعد ما تشربت على النار هادي خالص هتطلع معاك بالشكل ده شايفة شكلها وطعمها ورحتها حلوة جدا وان شاء الله معلقتين السلسة دول بيخلوا لونها وطعمها حلوة اوي وما تنسيش مكعب المرأ برضو بيديها طعم حلوة اوي وطبع المكرون دي بيلاقها في افرحنا وفعزايبنا بتبقى حاجة من الحاجات اللي هي الضرورية وكمان محبوبة وبنحبها وبتنفعنا جدا برضو في بيوتنا مع جنبه اي خضار بتعمليه وبناتنا وعريسنا الجداد ان شاء الله يعملوها وبناتنا الحلوين عملناها بطريقة سهلة جدا مفيش اسهل من كده والابسط من كده وده كان الفيديو بتاعنا النهارده لايك وشير للمقرانة المحمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في مطبخ نجلاشيم بسم الله والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب بتكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهارده عملنا كنافة بالمانجا طبقات وغرقانة في المانجا كلها منجا في منجا وان شاء الله عملناها من غير الفرن ولا اي حاجة خالص وعملناها بطريقة سهلة وبسيطة وتعالي نشوف عملناها ازاي وطبعين في الخطوات بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي نصف كيلو كنافة وكنافة دي انا كنت مفرزة وحطها في الفريزة ولما بتجي تكسريها او تفرفتها كما بعضها بتبقى سهلة خالص تمام؟ ومعايا كده الحلة وحط فيها كنافة وهنزل عليها بكبات السمنة طبعا انا هنا النهارده بش هستخدم الفرن خالص وتابعيني في الخطوات واحدة واحدة كده عشان ما تتهيش مني حطيك كبات السمنة عالك كنافة ورفعتهم على عين البتجاز والنارة عندك هتبقى متوسطة يعني ايه؟ او تم المتوسطة حاجة بسيطة وفضلي بقى الوقت هنتعامل معك الناب الحمر شعرية عادي خالص وفضلي بقى كده دخلي السمنة في قلب الكنافة ووحدة واحدة معاشا ما تتحروقش منك ولا هيحصل لها اي حاجة تمام؟ شايفة؟ مقلبها ازاي؟ وتبضلي معها واحدة واحدة انا سبتاع النار هدي خالص بس من الوقت التاني هروح اقلبها معاي بقى منجيتين واحدة سبتاع باشرابش عايزها الوقت وهستخدم اللي انا قشرتها دي وانا انا قشرتها دي شايفة؟ هقطحها كده ولما تجيب المنجا هتيها مستوية ونفس الوقت متمسك انا خلاص قطحت المنجا وحطها في شفشة الخلاط انا الوقت كده هستخدم اول منجاية خركز معي وخليك معي واحدة واحدة عشان ما تتوهش مني وعلى المنجاية دي والمنجاية تكون كبيرة كده ومحترمة لو هي منجاية صغيرة هتتنين لكن دي كبيرة وحطيت على المكوب بيت المياه وهضربها كويس جدا في الخلاط انا كده الوقت يبعملها زي عصير بس عصير تقيل يبقى اول حاجة كده دربت المنجا في الخلاط وهجيب بقى الوقت كباية وهاخد من الشفشة ده كباية منجا كباية كبيرة كده وهحطها في الفريزة عشان عايزها سقعنة جدا وهقولك عايزها ليه وبقيت المنجا دي حوالي بتاع كباية ومست منجا شايفة؟ كباية ومست كده حطهم في الحلة ومعاهم كباية مية كباية الماء اللي هي عادية ده وهنزل كل اللي في الشفشة مش هخلي حاجة خالص والوقت بقى كده انا هتعامل مع المنجا اللي انا حطيتها في الحلة دي الوقت كده هنعمل مهلبية الوقت نزلت عليها بالسكر والافضل اللي تتخليها مسكرة وهنزل كده معلقتين ناشا كبار معلقتين كبر كده بس معلقة كبيرة هرامية كده امليها كده وتوصي بيها يعني تكون معلقة كبيرة وملينا هرامية يبقى انا حطيت المنجا وحطيت الوقت بقى كمان دلوقتي معايا الكنافة على البتجاز شايفة بدأت تلون ازاي حطيت لها كباية لربع سكر كباية لربع سكر بودر وهقلبها ما لحطتش السكر الغير لما لونت معايا وبقت باللون ده وقديها تقلبة كده مع السكر شايفة انا عايزها بقى باللون ده الجميل ده وما تنسيش اللي احنا يسا الحلة سخنة وهتبدل في الحلة فالحلة هتخلي ايه تزداد حمران شوية معايا بقى الوقت المهلبية اللي احنا حطينا كباية ونص منجا على كباية مية على السكر طبعا حسب الرغبة بس الافضل خلاها مسكر ومع لقتين نشا كبيرة يكون هرمية كده وقلبهم كويس جدا عشان الوقت كده عايزها مهلبية خليكي كده الوقت احنا كده مع بعض واحدة واحدة شايفة التكتكت معايا هي وديها تقليبة تاني كده كده احنا مشيين خطوة خطوة ومع بعض خلاص هي كده خلاص كده استويت معايا المهلبية بقت الجهزة معايا كده خلاص كده هرفحها منع النار هي كده جهزة معايا المنجاية بقى اللي بقولك عليها دي جي ما عادها الوقت ان انا عايزها ايها هقشرها ويكون برضو منجاية كبيرة كده ومحترمة ونفس الوقت تكون متمسكة يعني تكون كبيرة ومستوية وكل حاجة ونفس الوقت تتقمسكة وروحها كده عشان خطر دي كانها عايزها قطعها مكعبية قشرها بقى بالسكينة من المبشرة اللي يريحك انا خلاص قشرتها عادي بالسكينة عادي خالص ما فياش اي مشاكل وابدأ قطعها كده اكيني بقطع بطاطس شايفة تتقطع معايا كده هتتقطع معاك بكل سهولة وقطحتها مكعبية شايفة بقيت كده الوقت المنجا جاهزة معايا دلوقتي بقى انا هعمل ايه جبت كباية المنجا اللي انا كنت حطاها في الفريزر كباية كبيرة هي ابدأ انزلها كلها كده ما تخليش حاجة في الكباية نزلي كل اللي في الكباية واحط الوقت كده معايا كريم شانتي كريم شانتي ده انا جباها من العطار كريم شانتي خيم واحطي كده تلات معايا هرمية برضو كبيرة على قد ما تقدر املي المعلاقة الاخرى كده وكون هرمية وكبيرة وابدأ الوقت كده حطيت الكريم شانتي على المنجا وابدأ قلبها كده الاول بايدي كده عشان خاطر ما شغلش الخلط ما شغلش المدرة بالحاد عشان ما يبهدلش من الدنيا دلوقت بقى كده خلص هشغل المدرب طبعا المنجا سقعة جدا مع كريم شانتي هيعمل معاك بسرعة وكمان الوقت انا حطيت السكر السكر هنا بقى براحتك بس الابدل برضو تخليها مسكرة كده وحلو يعني انا مسكرات تسكير العادي وقلبتها هو خمس دقايق ضربتها بالمدرب كده خمس دقايق شايفة تقلت معايا ازاي كريم شانتي كده الحمد لله كريم شانتي معايا جاهز ومعايا مكعبات المنجا جاهزة ومهلبية المنجا جاهزة وطبعا الكنافة احنا حمرناها وحطينا عليها السكر البودر يبقى كده كله جاهز كده الوقت يبقى معايا هنطبق السنية مع بعض معايا السنية هي بقى الوقت السنية براحتك انتي عايزة اجيب اي سنية عندك مش لازما بيركس ولا حاجة اي سنية عندك متوفرة طبعا انا الوقت كده حطت اول طبقة اللي هي الكنافة وما تخليهاش تخنى ولا حاجة خليها كده متوسطة حطيت اول طبقة كده وصوتها بظهر المعلقة طبعا انا مش هحط عسر ولا حاجة انا حطيت السكر البودر السكر البودر افضل مش هيخلي الكنافة تسكر منك يعانا انا استكفيت بالسكوبات دي لربع سكر ان انا حطيتها على الكنافة تاني طبقة بعد الكنافة حطيت المهلبية وما تسبيش حاجة في الحلة خالص فضي كل المهلبية عشان دي طعمها حلوة جدا انا من رأيي دي احلى طبقة تحطت في السنية كلها اللي هي المهلبية لعى الكنافة دي تحفة وهنزل عليها كده شوية كده من مكعبات المنج يبقى انا اول طبقة حطيت الكنافة عليها المهلبية ومكعبات المنج هتبقى معايا كده اجيب بقى الوقت برضو احط الطبقة التانية من الكنافة شايفة الكنافة لونها عامل ازاي دهب وحلو بشمحة رواقها ولا حاجة عشان تخلي دايما عينك على البوتاجاز كده وانت بتقلي بيها ياريت خلاف اللون ده بتبقى حلو او كمان انا سكرتها بالسكر البودر افضل من اللي العسل كمان الوقت اساوها كده بظهر المعلقة برضو وابدأ اساوها بالمنظر ده طبقة كده برضو متوسطة لدخنا اول رفياعة اول بالمنظر ده كده طبعا النص كيلو فاض منه انا ما حطتش كل النص كيلو وطبعا اللي فاض مني ده ليه طريقة تانية برضو بتبقى حلو او ممكن اعملت شوية مهلبية وحطوهم عليها عادي خالف يعني مش شرط النص كيلو حطو كلو وعلى حسب برضو سنيتك الوقت اخر طبقة بقى خلاص حطتها اللي هي كريم شانتي اللي احنا عملناها بالمنجا ما شاء الله السنية كلها منجا في منجا يعني كنافة حمرناها والطبقة المهلبية كلها منجا في منجا وكمان كريم شانتي حطينا عليه المنجا وكمان صوتها كده بظهر المعلقة اخر حاجة خلاص كده صوتها اللي هو كريم شانتي احط بقى كل المكعبات المنجا دي كده على الوش هتبقى معاك في منتهى الجمال طبقات وكلها منجا في منجا وغرقانة في المنجا حلوة جدا شافة شكلها من شاء الله حلوة جدا دلوقت طبعا مش هقدمها الوقت وشافة طبقات بتاعتها دلوقت انا مش هقدمها لازم ان نحطها في التلاجة 3 ساعات عشان تبدأ يتقدمها لأسرتك وبالفة هنا وشاك طلحتها بعد 3 ساعات من التلاجة بقت هتطلع معاك بالمنظر ده كده طبعا عشان خاطر لما بتسيبها شوية في التلاجة السوقعية بتديها حلاوة وطروة حلوة وكمان بتبقى طعمها ألازم وتبقى كلها شرب الفين بعضية هتبقى معاك طبقاته بالمنظر ده وحاجة شاكة وحلوة جدا وتبدأ يتقدمها لأسرتك بألفة هنا وشافة وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لايك وشيل للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في مطبخ نجا لاشيب بسم الله والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب بتكونوا بصحة وبالفة خير ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كل أولادنا بتحبل هو الأندوم دايما عايزين يجيب الأندوم واحنا الأمهات مفيش أندومي واختلافنا كله على الأندوم وبش الأندومي تمنيجي نعملوا الطريقة حلوة وجديدة وكمان هتعجب أولادك وان شاء الله تدخلهم وتبقى صحية معنا اللي هي بزة الأندومي عملناها بطريقة حلوة وسهلة وسريعة ولازيزة وان شاء الله تعجبهم جدا وده شكلها بعد ما عملناها وتعالي أقولك عالطريقة ان شاء الله ازاي عملناها وده شكلها كده بعد ما اطلعت من الفرن بسم الله الرحمن الرحيم أنا معي الصينية اللي هعمل فيها الأندومي طبعا حسب السينية بتاعتك هنحطي فيها كاس الأندومي السينية بتاعتك دي خدت أربعة بسم أقل السينيتك وترسة فيها الأندومي اللي انتي هعايزينها وطبعا التوابل هي المشكلة كلها في الغلط في التوابل انا مش هحطي التوابل انا كده عندي شربة لحمة وهحطي فيها على الارエ Le Le de Baby طبعا أم Trav費 again مش هاملة صينية شربة لا هي نص الصينية بس عشان خطر للأندومي ما يعجلش معينا تمام نص السنية بس كده شربة وحسب السنية وحسب الكمية هحطها في الفرن تحت اللي على الرفش الشواء اللي تحت دي عشر دقيقة بزبط وتبقى جهزة معنا أول ما البيتزة تستوي تعالي نعمل السلسة عشان هنعملها بيتزة فأنا جبت الطاصة وحطيت فيها كده ثلاث فسوستوم هيتشوحوا كده ونزلت عليهم بمعلقتين سلسة اللي هي السلسة الجهزة وفرجت كده الزاتر عشان رحته تطلع معي وحطيتها على السلسة ومعايا كده الملح زبطته ومعايا الفلفل الاسود شوية فلفل الاسود كده يعني صغيرين بيقيلة وزوتهم شوية مية عشان طبعا السلسة الجهزة بتبقى تقيلة فأنا كده زبطت خلاص السلسة ومعايا تمام التمام خلاص اللي قعدت بالزبط بتاع عشر دقيقة في الفرن خلاص شربة الشربة بتاعته وبقى الجهزة معايا طبعا أنا بظهر المعلقة كده بسويها عشان خاطر تبقى حلوة معايا احنا الوقت كده قلبناها بيتزة خلاص ياستويت هنقلبها بيتزة بقى طبعا السلسة اللي أنا عملتها هي أرشاها على الوش بالمنظر ده كده نديها فرشة حلوة كده من السلسة هيا بس معلقتين سلسة كده وخلاص بسي هسواها برضو بظهر المعلقة كده عشان خاطر الحتة اللي مراحتش فاها السلسة تبقى تيجي عليها سلسة تمام ودي شوية رشة كده صغيرة اللي هي التم البودر بيدي طعم حلوة قوي عندك عادي مش عندك مش إشكال يعني مش حاجة ضرورية يعني مش أساسي عندك حطي ما عندك إش خلاص عادي وقطحت كده معايا مكعبات التماطم هم طايتين بس كده قطحتهم مكعبات ومعايا برضو اتنين فلفل رومي برضو قطحتهم مكعبات كده صغيرة يعني فلفل رومي هو إيه حابيتين فلفل رومي بس وشوية زاتون كده براحتك بقى ده زاتون اسود عايزة تحط الأغدر براحتك هذا سيدون المخل نحن قلبناها بيتزا يبا احنا حطينا الطماطم وحطينا الفلفل وحطينا الزتون واني ديها بقى الرشة الاخيرة اللي هي رشة الجمنة المرزاليلا بص شكلها جميلة جدا انا عايز اقولك بالصبرين عليها لما خلصها عايزين يعني بخلص بسرعة عشان نلحق ناكلها وطبعا احنا عملناها بطريقة حلوة وجديدة وان شاء الله هتعجبهم جدا ويبنتي برضو كده عملت الحاجة اللي هم بيحبوها احطها في الفرن كده في الراف اللي هو اللي بعد الارضية على طول هتاخد لون من تحت يجب تستوي بس وبعد كده احطتها تحت الشوية تطلع معاك باللون ده هتبقى جهزة معاك حطيتها الاول من تحت شوية وبعد كده رفعتها تحت الشوية هتبقى جهزة معاك ومن المنظر ده كده ودي حاجة صحية وجميلة قوي وان شاء الله لو عجبك الفيديو معانا النهاردة يعني يريك لايك وشير للفيديو ودوسي عالجرز عشان يسلي بكل جديد من نوجا لاشين شايفة وهتعجبهم اوي ابدأ بقى كده الوقت كده ان انا قطحها كده ووريتك وشكلها بس نصيحة بقى الوقت انت عملت البزة الانضومي عايزة تتاكل في ساعتها يعني لما بتتركن شوية ما بتبقاش حلو اوي يعني انت عملها لهم وهم ايه خلاص عايزين ياكلوا بص شكلها وحلوتها والله هتعجبهم جدا وكمان انت دخلت لهم خضار ونفس الوقت احنا يعني عملناها بطريقة حلوة تمام حلوة جدا ويرتك اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات ايه ودا كان الفيديو بتاعنا النهاردة اسبكم فراعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجلشين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا 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 وحاجة كده هتفرحنا وتفرح اولادنا وتحس كده انت عملت حاجة حلوة جبت شوية فواكه رحت للفكهاني وخدت من كل نوع نص كيلو ورحت كده وجبت جدت نص كيلو عينب على نص كيلو طفاح على نص كيلو موز على رمان على واحدة اناسية كده على اثنين مانجا واحدة هعملها مكعبات والتاني هعملها عصير طبعا الزبديا اللي هعملها عصير ومعي الموز والحاجات دي كلها وطبعا كل ما هتجيبي حاجتك والفكه بتاحتك فرش هتابقى معي كيف ومتهى الجمال والطعم ولما تيجي تختار الفكهة اختار الالوان المختلفة بحيث ان هي تبقى طبق مشكل كده ومبهج عيالك كده يفرحوا بيه تمام ومعي كده الفكهة وروح تجبتها وانت كمان كده يلا تشطر وعمل الفيديو ده والله هتخلي فرحة ببيتك وعيالك حاجة حلوة اوي وجاملة اوي يلا بينا نبتدي على بركة الله ونشوف عملنا ايه وده شكله بعد ما هواعمل كل حاجة فيه شايفة شايفة شكله جميل ازاي يلا بقى نبتدي نعملت ايه طبعا انا جبت الفكهة كلها وقطحتها ووضبتها ايه قطحت الجوافة وجوافة عشان ما كانش فيها بزر كتير فسبت البزر بتاعها عادي خوز وطبع معي الرمان تفسسته معي الموز قطحته معي التفاح برضه قطحته ومعي العنب ومعي الأنسية قطحته مكعبات ومعي المنجا كلهم قطعمه كعبات والفكهة دي بقى برحت كده ولي انت عايزيه طبعا انا هنا الموز عشان فيه حديد كتير والتفاح والجوافة مليانين حديد فلو قعدوا هيسمروا منك فكل واحدة كده عليها نص لامونة وعصرته الجوافة عصرت عليها نص لامونة والتفاحة نص لامونة عشان الحاجة دي لما بتقعد بتسمر طبعا اللامون بشي خليها تسمر منك ولا حاجة وقلبهم كده باللمون بتاعها هقلب بقى الموز والتفاح وهقلب الجوافة تمام ومعايا كده الطبق اللي انا هحط فيه اعجب الحاجة هنزل بالموز معايا الرمال ومعايا التفاحة ومعايا الجوافة شلت شل بزر عشان ما فيهش بزر كتير بس انت لو جبت جوافة فيها بزر كتير شل البزر وحطيت العنب وحطيت كده الانسي والمكعبات المنجا كله مقطع مكعبات وحاول يقطع التقطعات حلوة عشان خاطر يبقى الطبق بتاعك شكله ملفت كده وحلو شايف طبق بسيط جدا جدا بس صراحة شايف يا شكل الالوان فيه عاملة ازاي وكل ما هتقطر الالوان وكل ما هت تجيب الفاكهة بتاحتك طازة وحلوة كل ما بتعلي كمت الفايدة اكتر طبق بسيط وسل بس مليان فواد مانجا قد تحتها مكعبات والتاني عملتها عصير ولما ضربتها في الخلاط حطيت عليها عسل ابيض ما عندكش العسل الابيض حليها بالسكر عادي خالص وانزل كده عليها والعصير ياريت ما يكونش خفيف اوي يبقى واسط يعني الخفيف اولا تقيل اوي عشان خاطر يبقى طعم وحلو وادقلبهم كده مع بعضيهم قلب بقى المانجا مع كل الفواكه دي شايف الطبق مش حاجه تفرح وجميلة اوي انتي لو جبتي حتى من كل حاجه نص كيلو نص كيلو سديني هيعملك طبق كبير زي ده كده ده غير كمان في حاجات انا امفوضوها مفوضة شوية اه مفوضة تفاحة ورمان وحاجات تاني يعني اممكن اعمل طبق تاني اه من كل نوع فاكه نص كيلو هيعمل معاك كتير اوي خلاص او ابدأ بقى كده الوقتي اقدم في الكساب او الاطباق اللي متوفر عندك وتبدأ يبقى كده تحطي كده في الكساب بتاحتك شايفة؟ شايفة الالوان شايفة شكله ومغربناش حاجة انت جابة من كل نوع نص كيلو وحاجة هتدخلي فرحة الاولادك وحاجة فايدتها وكميتها الغزائية عالية جدا جدا شايفة عملت قد ايه؟ عملت خمسة في الكساب بتاعتهم ومعايا غير اللي فايد شايفة؟ فايد كتير اوي انت لما هتجيبه وتقطع مكعبات والحاجات دي من نص كيلو هتعملي وهيبقى الخير عندك كتير اوي كمان يلا كده شوف الفيديو امي يلا كده روحي على الفاكهان وهاتي من كل نوع نص كيلو وامي يلا عميلي كده وتشطري زي كده ودخلي باجه عليهم كده والله العزيم هيدعوليك اوي نهاردة عملنا بقى فيهم كده كل واحد ليه طلب انا بقى جمبحت كل طلباتهم في الطبق ده اللي هو سلطة الفواكه زي سلطة الخضر كل ما هتقطر الفاكهة وكل حاجة متوفرة عندك كل ما بتزودك كلمة الغزائية اكتر واكتر واكتر باشكركم من كل قلبي لكل متابع ليه بحبكم اوف الله واسبكم فراعات الله وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش فاللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجا لشين بسم الله والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة عملنا سنية سمك وطبعا احنا عارفين السمك وفوايده عظمة جدا لانها بروتين والبروتين ده تايما لازم تدخلي الاولادك في اكلات الاسبوعية اللي هي بتساعد على الزكاء وسهل الهضم وكل الحاجات دي فيلا بنا نشوف عملنا سنية السمك العظمة دي ازاي معايا ان شاء الله كده بسم الله اتنين كيلو سمك انا جايبت هنا بس النوع بتاعه مكاريل التونان مكاريل دي بتبقى فيديتها عظمة قوي يا رب تجي بيها وغسلته كويس ونضفته وقطحته كده من الجوانب عشانا بقى حط في التدبيل ومعايا نص كيلو بطاطس قطحته حلقات وبصلتين كبار قطحتهم حلقات ومعايا حزم الكرافس قطحتها ومعايا التوابل زي الملح طبعا هنزبط الملح ومعايا معلقة كبيرة اللي هي كسبارة النشفة ومعايا معلقة كبيرة اللي هي طوبل للسمك ومعالقة صغيرة كاري ومعالقة كبيرة توم قصدي كمون لان بتعارفين الكمون طبعا الحبيب السمك ومعايا ومعايا عصر اللمون ومعايا طماطم وفلفل رومي ومعايا الخل ومعايا اللمون قطحته حلقات وهجب بقى الكبه كده عشان نعمل تدبيلت السمك اللي هايلا اللي هتخلص نية السمك بتحتك حلوة جدا اول حاجة كده انا معايا جي سبع في سوستوم ومعايا ثلاث قرون اللي هو الفلفل الحامي اللي هو الفلفل الحراء ومعايا كده فلفلية رومي التدبيلة دي يا جماعة بتبقى حلوة اول طبعا الكرفس هنا هيديه اللي كريحة حلوة اول السمك طحفة يا ريت تجي بيها ومعايا كده عصر اللمون كده دول بتاع ثلاث لمونات عصرتهم ومعايا هنا ثلاث معالق خل او ربع كباية خل اللي هو الخل الابض اللي عادي خالص ومعايا بقى التوابل كلها حطها كل ده بقى سيبوا يضرب في كبه في الكبه او لو معدي كيش كبه عادي في الخلات عادي خالص اضربهم كويس جدا عشان ديك التدبيلة بتاعت السمك خلاص انا ضربت التدبيلة هي هتطلع معاك بالشكل ده بس عايز اقولك شوية التدبيلة ريحتهم وطعامهم حلوة اوي 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 اتمنى اللي تتعملي التدبيلة دي اجيب بقى طبق كده وحطي فيه بقى الخضار بتاع اللي هو نسي كيلو اللي البطاسة مقطعها حلقات والبصلتين اللي انا مقطعهم حلقات وهاخد شوية من الطماطم ااخد شوية كيل من الطماطم والفلفل اللي هو الرومي تمام والباقي هقولك هنحطه امتى يبقى انا خدت شوية الفلفل الرومي وشوية التماطم وحط على ام شوية تدبيلة من انا عملتهم بتوع السمك عشان اتبل الخضار اللي انا هحطه في الصينية شايفة التدبيلة دي لما بتتبلي بيها البصل والبطاطس والقوطة والفلفل والحاجات دي بتخلي طعمها حلوة اوي اوي تمام اجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها واحط كده الفرشة حلوة من البطاطس باوي الحاجات دي كلها اللي انا تبلتها خلاص كده معايا الصينية جاهزة هتبقى معاك بالشكل ده فمتها الشياكة واللزيزة معايا بقى السمك اللي انا منظفها طبعا ومقاطعامي على الجوانب كده عشان خطر برضو احط له ايه التدبيلة واحيق بقى معايا السمك كده ابدأ بقى قول باسم الله الرحمن الرحيم واحيق السمك شايف الفتوحات اللي انا عاملها من جنب دي برضو احط لها التدبيلة بيخلي طعمها حل واوي كمان واحدة هي والسمك ده يا جماعة لازم ان تعمليه لأولادك اكلت في الاسبوع لانها الواجبات دي بتبقى مهمة اول لانها بروتين وكمان بيساعد على الزكاء والتركيز زي ما قلت في الاول ياريت متقطعش السمك ولازم ان تعمليه على طول طبعا انا خلاص تدبيلت السمك اهو معايا ابدأ بقى حلقات اللمون اللي انا قطعتها بص شايف الفتوحات بتاعت السمكة احط في كل واحدة كده لمون كده من هي اللي اقطعه حلقات شايفها شكله هيبقى عامل ازاي وحاجات كده بسيطة بس هتبهيري اولادك بحاجة انت عملتها حلو اول بقيت القوطة او الطماطم اللي انا سبتها والحلقات اللي هي الفلفل الرومي احطها بقى كده على الوش لما بالحاجات دي بتحطيها كده اولا بتعلي الفايدة اكتر ان ده اخو دور مع البروتين مع السمك بيعلي الفايدة اكتر زاد ان تبتدي شكل حلو اول الصينية طبعا الوقت كده احطي زيت زيت على الوش تمام واحطي بقى الفلفل الحامي والزيت هنا احطي بتاع نص كباية زيت عادي رشيه على الصينية عادي انا طبعا مش هسواها في الفرن انا حطيتها على عين البتجزة هي وهنا حطيت نص كباية مية علشان خطر البطاطس طبعا تستوي وهنا على عين البتجزة ما حطيتهاش في الفرن شايف البطاطس معي استوت ازاي والسمك استوى معي خلاص كده هي استوت احطيها تحت الشواية لما حطيها تحت الشواية هتطلع معك بالشكل ده شايفة السوس بتاعها حلو ازاي انا طبعا معلش نسيت ان انا صور المية وانا بحطها لنص كباية المية انتي بحطيها بقى ودي السمك بصي قلبه ابيض ازاي ونضيف ومستويه سنية السمك والله لو عملتها بالطريقة دي حلوة جدا 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 وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة واسبكم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في مطبخ نجل شيم بسم الله والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبايبه عاملين ايه يا رب بتكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا الهي الكتف الضاني عملناه بطريقة الخضار وعلى الرز البسمتي واللي انتي عايز أتعالي يعمله مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم انا معي الكتف الضاني لما اتجي به هاتيم الجزار يكون انت واسكة فيه وعارفة ومتعاملة معي تمام تاني حاجة لما اتجيب اللحمة حاولي هاتيها اللي هو البياض الناصع يعني اللي يكون بدا جدا واللحمة اللي هي بتبقى مسفرة شوية دي بلاش منها لان هي بتبقى حالتين بس فيها ان هي ايا مركونة ايا اللحمة كبيرة تمام الوقتي كده بقى هنبتد على بركة الله ونقول هنشيل اي حاجة زي ده في اللحمة يعني زي الختمة الاحمر ده ده لما نشيله طب هو غلط يعني لا بش غلط ولا حاجة بس هو يعني بش مستحب تاني حاجة للختمة الاحمر ده يعني دليل اللحمة كويسة او صحية والحاجات دي كلها بس انا ايه ابدأ بس ايه ان انا اروى الكتف قدامي كده شايفة شكله ده شكله كده بعد ما شلت الحاجات الزيادة اللي فيه كده وابدأ بقى دلوقتي كده عمل لها فتحات عشان لما نيجي نعمل التدبيلة وتيجي تتبلي بها الكتف يطلع معاك هايل ويبقى مستوي كده وحلو وكمان يبقى اللحمة بتاعته عاملة زي الزبدة معاك بس كنا كده نعمل الفتوحيل كده خلاص كده كده جاهز معاك تعالي بقى نشوف عملنا التدبيلة ازاي التدبيلة بتاعتنا حلوة جدا ويريد تعتمديها في الديك الروم واي طيور عندك معايا كده الملح والفلفل اسود والبابريكا والبهارات اللحمة والخل واللمون ومعايا ارفا وجنزبيل ومعايا السياسوس اول حاجة كده ومعايا في الطبق القدام ده كده معلقتين سلسل هي السلسل الجهزة معلقتين وحط عليهم معلقة فلفل اسود كبيرة والملح طبعا الملح هنا بتزبطيه ومعايا كده معلقة صغيرة جنزبيل معلقة صغيرة كده بش مليانة جنزبيل زيها برضو معلقة صغيرة ارفا ومعايا معلقة كبيرة البابريكا بتديها لون حلو جدا وطعم حلو برضو ومعايا معلقة كبيرة برضو بهارات اللحمة ومعايا السياسوس ده يا تلت معالق يا ربع كباية صياسوس برضو بتديها طعم هاي ومعايا كده معلقتين خل ابيض ولو عندي خل تفاح برضو حلو جدا ومعايا لمونة كبيرة تسريها برضو كل الحاجات دي اولا بتدي طعم حلو تاني حاجة الخل واللمون والحاجات دي لو في اي زفورة طبعا بتتشال طبعا للفاخد ده الكتف ده نغسله كويس جدا وحط اللا ممكن ومعايا هنا معلقة طم بودر كبيرة ومعلقة بصل بودر كبيرة برضو حط طم كده على التدبيلة اللي قدامي على فكرة التدبيلة دي تنفع معاك بقى في اي طور اي طور عايزة تعملي التدبيلة دي حلوة جدا وقلب بقى التدبيلة دي كده كويس قدامي كده انا بحب اقولي الدعاء ده قوي يا رب تلتزمو بي وتقولوه برضو اللهم اجعل صباحنا بركة وفي وسطه نجاحا واخره فلاحا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اذكري ربنا كده وقولي الاسكار وقولي وصلي عن نبوة شغالة على فكرة الحاجة بتحتك هتطلع طعمها حلوة جدا الحاجة هنا مش بتدبيلة بس لا ده الحاجة كمان لما بتذكري عليها اسم الله سبحانه وتعالى حاجتك بتبقى فهمتها الجمال طبعا انا كنت هحيا بالمعلقة طبعا مش هينفع لازم ان نحط ايدينا علشان خاطر اللحمة بتاعتنا تتشرب كويس جدا ولازم ان احس اللحمة كده تحت ايدي وانا بقيه بتبقى لها كده كويس تمام شايفة تبدأ اي بقى تحقيقية كده والفتحات اللي احنا عملناها بالسكينة والدخلي فيها التوابل دي على فكرة تدبيلة حلوة جدا وهتطلع معاك حلوة قوي ان شاء الله يعني على خير شايفة بالطريقة دي كده ونقول برضو كده التسبح احنا شغالين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله هو اكبر ولا حوله ولا قوة الا بالله العليه العظيم يبقى ايديك شغالة وبقك شغال بذكر اللي خلصت انا تبلتها من جوا من بره وكل حاجة هي اهم حاجة هنا في التدبيلة لما تيجي تعمليها وهتعملي حاجة زي كده او اي تشورة عندك عزة تدبيلة والحاجات دي قابليها بليل يعني الوقت كده شغالها عليها من بالليل تمام يعني الوقت كده شغالها من بالليل عشان خاطر تتابل وتشعب التدبيلة دي لو انت هتعمليها في نفس اليوم يبقى بليها باربع ساعات تغطيها بالمنظر ده كده تحطيها في التلاجة طبعا استبتها الليلة كاملة في التلاجة وكنت مغطيها علشان التدبيلة لما بتشربها اولا بتديك طعم حلو جدا واللحمة تلاقيها معاك طرية وزي الزبدة تاني حاجة بتستوي معاك بسرعة يعني كمان بتسرع عملية السوى طبعا النهاردة انا حبق قوي افرش لها خضار من تحت تمام حطي بقى اي خضار انت عايزيه كل الخضار ده انا غسلهم نظافة كويس جدا معايا بقى بطاطس جزر كوسة فلفل رومي فلفل حامل براحت خالص وطماطم وبصر كبير وبصر صغير وتوم اي خضار انت عايزي احطيه افرشيه من تحت ايه الكتف ان شاء الله معايا كده اول حاجة نقول بسم الله قطحت الجزر اهو ولما تيجي تقطع الخضار قطعيه كله نفس التقطيع لو هتقطعيه دوار يبقى كله دوار هتقطعيه مكعبات يبقى كله مكعبات انا كده قطحت البطاطس والجزر كله مكعبات شايفه بالمنظر ده الوقت معايا الكوسة الكوسة بقى معلومة مهمة او لما تيجي تعمليها وجايبها طازة كده زي ما انا جايبها انا مقشرتهاش شيل الحتة اللي تحته واللي فوق وتختلها كويس جدا وتقطعيه بلاشت قشريها لان الفايدة كلها تحت الاشرة بتاعت الكوسة فبلاشت قشريها وخليها كده طالما جايبها طازة انا غسلتها وقطحتها بس ودي الكوسة معايا قطحتها ومعايا الطماطم قطحته اي اخدار بقى انت عايزة حطيه اي كمية برحتك خالص اللي هنا العملية بقى بين ايديك انت وعلى زوقك انت ومعايا كده الطماطم قطحته ومعايا البصر برضو هقطعه كده معايا هنا بقى بصر كبير وصغير الكبير طبعا انا هقطعه والصغير هسيبه بحاله كده او ورمة للي حابب يأكله كده برضو بيدي شكل حلو وطعم حلو ومعايا 7 فسوس طم ممكن تحط الطم كده صحيح وممكن تقطعيه كده بالسكينة برضو ده على زوقك انت ورحتك انت انا حطيت شوية وقطحت شوية ومعايا الفلفل الرمي برضو كده هتقطعيه ده بزيات مرضيشي قطعه ده صراحة مكعبات لقيت شكله هو في الدايرة احلى كتير شايفة عاديك شكل الوردة دي فصراحة حبيته كده بالوردة بتاعته شايفة الخضار كله قطحته شايفة اصلا شكل الخضار ومتشكل ولونه جميل جدا طبعا بقى الوقت انا عايزة الخضار بتاعي يبقى طعمه حلو تحت الكده فاعمل ايه انا بش عايزة اتبله عشان يديني طعم حلو كده فانا الوقت كده حطيت الملح وحطي معلقة بابركة كبيرة بتدي لون وشكل حلوة قوي ومعايا معلقة بهارة اللحمة كبيرة ومعايا كده برضو معلقة اللي هي الجنزة الزعتر تفركها بين كفوفك كده خاطر رحة الزعتر تطلع على الخضار يبقى طعمه حلو ومعايا كده ورق اللوري وكبابا سينو والفلفل القسود الحصى حطيه كده على بعض وكده في قلب السنية وحطيت علهم شوية زيت كده بالبركة كده شوية زيت ابدأ يبقى قلبه خضارك كله كده بالمنظر ده هيبقى معاك طعمه حلو والشكله حلو شايفة الخضار من قبل ما نحط الفاغد عليه بص شكله في منتهى الجمال طبعا كمان ايه احنا كده حطنا الخضار وحيقناه وتببناه يعني هو الواحده كده طعمه جامل تخيلي بقى الوقت كمان لما نحط عليه كده في طعمه هيتحول بقى يبقى حاجة حاجة فخمة وحاجة حلوة قوي يعني من الحاجات اللي يتشرفك قوي على فكرة طبعا الوقت كده بعد ما تببلت خضاري بقى وحطيته وتحط الكده في كده ويا سلام بقى لما انت مثلا تبقى تعملي حاجة زي كده خش المضخ قبلها من نص ساعة ابدأ يوضب يخضارك يعني ابدأ يقشر حاجتك وضب حاجتك الحاجات دي كلها بتفرق معك هيبقى العملية معاك سهلة خالص تمام هتخش المضبخ فيش ربع ساعة نص ساعة وتبقى نمسك مخلصة لأكل بتاعك ابدأ بقى الوقت ان انا نغطيها كويس جدا طبعا انا نغطيها بورق الألمونيوم بس عشان ورق الألمونيوم بالصحة على الأكل على طول لقى روحتي جايبة ورق الزي بتحطيته من تحت الأول وبعد كده احط عليه ورق الألمونيوم ورق الألمونيوم هنا بقى لازمة تكمل السنية كويس جدا للي هي دي مرحلة السوا بتاعتها طبعا انا بقطع الخضار انا مولاها على الفرن الفرن عندي سخن جدا وانت برضو فرنك لو بدرجة حرارة خليه على اعلى درجة حرارة عندك وحطيه على ارضية الفرن من تحت طبعا عندي الفرن كده بقى سخن جدا وشايفة انا غطيت السنية بتاحت كويس جدا اتعملها زي اكنك بتكمل الاكل عشان يستوي هي هتاخد لها من ساعة من ساعتين لساعتين القلة ربع تمام انا الوقت كده عملته بالخضار انت بقى بشعب الخضار تعال اقولك على طريقة رز بسمتي ممكن تعمليه تحت الكتف كده تحت الرز ماشي انا كده اجدت الحلة وفيها شوية زيت حطيت فيهم ورق اللوري كم ورقة كده ومعايا عودين ارفع حطيتهم معايا لمونتين مجفف حطيتهم معايا ببركة كبيرة بتدي لون حلو اول الرز بتدي له كمان طعم حلو ومعايا برضو هنا نص معلقة كده كركم بلاش معلقة كبيرة هي نص معلقة كفاية عشان خطر الكركم لما بتزوديه بيعمل مرارة في الاكل نص معلقة كفاية اول بس معلقة ببركة كبيرة وهنا برضو معلقة صغيرة ارفع وابدأ يشوحي بقى التوابل دي الحاجات دي كلها كده مع الزيت وقوم ما ريحت تطلع عليك كده هتحط الرز طبعا قدي الرز ده انا كنت نقع الرز ده بتاع الرز البسماتي نقعته نص ساعة وصفيته وغسلته كويس جدا انا هنا هعمل كبايتين رز بسماتي والرز طبعا للبسماتي غير الرز المصري الرز البسماتي بياخد لكل كباية رز كبايتين مية يعني بنفس كباية الرز اللي بتعيير بها الرز زيهم بالضبط كبايتين مية وابدأ يبقى شوحي كده الرز مع التوابل دي كلها كده واول ما يبدأ يفلفل معاكي ابدأ يحط المية بتاحته ده طبعا لو انت بيش حابة تعمليه بالخضار لو انت بيش عايزة الخضار وعايزة كده بس كده تحطيه برضو عادي خالص في الصينية وتغطيه كويس وتحطيه في الفرن وتفرشي تحتيه الرز البسماتي يبقى معاك الرز ومعاك الخضار براحتك انت اللي انت عايزة اعمليه ولو حابة طريقتين برضو اعمليهم كله حلو وكله نعمة الحمد لله شوحت الرز كويسة هوا هابدأ بقى الوقت اضبط الملح بتاعي ولو انت حابة تحطي مكعب مرأ براحت خالص حطي بس انا ما حطتش نستكفيت بالتوابل والحاجات دي كلها بس المكعب مرأ لو انت حابة حطيه عادي خالص والافضل كمان لما بتحيق الرز قبل ما تحط المية او الشربة او اي حاجة بيبقى حلو اقوى على فكرة ما بتحيق الرز وتقدله تقليبا مع الملح بيبقى حلو جدا طبعا الرز هنا نعمل كبايتين احط علىهم اربع كبايات مية وابدأ احط المية طبعا هنا الرز هسيبه على نارة عالية الاول وابدأ يقلبيه كده طبعا النار عندي عالية جدا فانا الوقت احط الرز على نارة عالية وبعد ما يتشرب اروح موطية النار خالص عشان يستوي كده اغطي على الرز واول ما يشرب ما يطوط عليه خلاص معي الرز استويه وطفيت عليه هيبقى معاك كده شايفة اللون وشايفة مفلفل ازاي معي عشان خاطر كل حاجة فيه مضبوطة يبقى كده الرز جاهز معي والسينية خلاص تلعت خدت لها بالزبط بتاع ساعتين او ساعتين اللي عشر دقيقة على ارضية الفرن من تحت تمام الفرن طبعا اول ما يبقى اول ساعة على نارة عالية قوي بتاعت الفرن بعد كده ايه هد النار او وسطانيها بس على ارضية الفرن برضو وبالراحة كده على ايدك لان الحاجة سخنة جدا شايفة ده شكلها كده بعد ما طلعت من الفرن هتبقى معاك بالشكل ده هي في الفرن وتحت ورق الالموني وكل حاجة انا ولا حطيتها تحت الشواية ولا اي حاجة خالص انا هو شلت الغطا قدامكو من عليها قدامكو وده شكلها شايفة الخضار استوى معايا الخضار اهو كله قد شايفة شكل الخضار تحتها عامل ازاي تحفة ومن حاجات الروعة جدا الخضار استوى معايا وده معايا اللحمة هي مستوية هي شايفة شايفة اللون بتاعها وشايفة سهلة ازاي معايا ومستوية جميلة جدا طريقة سهلة وحلوة جدا مش هتاخد فيديك دقيقة على فكرة هي كل الحكاية تدبيلة وتقطيع خضار وطبعا لما بتبقى مجهزة حاجتك بتبقى سهلة خالص شايفة اللحمة مستوية معايا ازاي وحلوة جدا على فكرة ومن الحاجات اللي شرفك قوي فوست عزومة فوست ايالك حلوة جدا وتكلوها بألفة هنا وشفة يا رب وده الرز معايا اهو شايفة الرز مفلفل ازاي وشكله حلو ازاي والله يا جميل جدا وكان مفلفل جدا ده كده خلاص ده الشكل الرز معايا كده الرز هو معايا براحتك بقى انت حابة تعملي بالخضار ده براحتك الطريقتين معاك وده العظمية كده بيانت بيفصل العظم عن اللحمة هتلاقي ايديك من بدايات السوا بتاعها ده معايا الكتفة ههو بتاع الكتف الضاني مع الخضار ومع الرز البسمتي واللي انت عايزة اعمليه وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لايك وشير للفيديو واسبكم فراعات الله والسلام عليكم ورحمة الله بكم موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجا لاشيم بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو بسيط وحلوة قوي بس مش مشهور قوي اللي هو الرز الحبة وحبة الرز وحبة وحبة ده واحدة كتبت في الكومنتات ان هي يعني ايه الرز وحبة وحبة ده طبعا ثقافتنا دايما بتعمل على الرز اللي هو الابيض او رز بشعرية فانا قلت النهاردة عامله حتى بناتنا الجديدة ليس داخل المطبخ انها تعرف عن ايه الرز حبة وحبة مع انه سهل جدا وبسيط ومن حلوة هتكليحها في كمان بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة انا معي الرز الابيض المصري الرز ده كلا غسله ومصفيه كويس جدا الرز ده معي كيلو لربع رز او اي كمية رز انت عايزاه هي الفكرة بتاعته بسيطة جدا وما فاش اي حاجة طبيعية خل ده الرز الابيض المصري غسله وعشان يدلع الرز ده ويبقى طعمه حل معي كده مكعمرة ومعي ورق لوري وكان مفروضة حطي معهم شوات حبان بس انا ما عنديش الصراح اجب بقى كده حل على البتجاز وحط فيهم معلقتين ساملة كبيرة معلقتين ساملة كبار كده وحط عليهم شوية زيت ويا سلام بقى لما تبقي الادام بتاعك كده كتير شوية كده عشان الرز ياخد ويدي معي طبعا الوقت كده انا هسيبهم لما يسخنوا او مع بعض او يتقادحوا معنى ايه امهاتنا زي ما امهاتنا كانوا بيقولوا الحاجة تتقادح كده معاك الفكرة بقى هنا اللي انا هاخد الرز اللي انا غسلة ده هاخد منه ده كيلو اللي ربع هاخد منه بتاع ربع كيلو كده واقعد ايه اشوح فيه بقى كده اكين بحمر شعرية مش هحط الرز كل انا خدت شوية من الرز بس في الحل قدامي كده على الرز والساملة اللي انا اتحاهم وافضل احمر فيه زي الشعرية لحد ما يديني اللون الدهب ده معانا هي فكرته بسيطة الرز الحبه وحبه ان الرز منه فيه ان انا اخد حبة رز وحمرهم عادي خالص ونصلى على النبي كده احنا اشغالين اللهم صلى والسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله شايفه شوف الرز بقى اخد لون الشعرية ازاي بقى اللون الدهب الكهرمان ده اللي احنا متعودين عليه اللي بنحبه الرز تفضلي معاك وشايفه الادام لازم يبقى دامك كتير شوية في الحاجة كده عشان حكتك تبقى حلوة وجميلة وكمان الرز ياخد ويدي معاها كده بعد ما احمرك كده انزل بقى بقى مكعب المرق والورق اللوري وكمان يا سلام بقى لو عندك كشوية حبه هنحطيهم برضو 3 فصوص حبهان بس صراحة عشان ما عنديش فانا كده حطيت ورق اللوري والمكعب المرق هندلع الرز كده ونخلي طعمه احلى كمان وبرضه تديهم كده تشويحة لحد ما رحت شربة الماك تطلع علي كده عشان خطر يبقى طعمه حل في المرحلة دي بقى انزل كل الرز بقى خلاص كده اتعامل بقى معايا اكين بقى رز بشعرية عادي خالص مفيش اي حاجة وافضل اشوح بقى الرز كده في الرز اللي احنا حمرناه اللي هو بقى الكهرمان ده مع الرز ده شايفة وافضل افلفل فيه كده اشوح فيه لحد ما يشكشك معي تسمعي كده الشوت الشكشكة وانتي بتعمل الرز شايفة بتقدح ازاي مع بعديهم افضل اقلب كده مع بعديهم ويبقى من منظر ده كده عايز اقول لك ريحة الرز وانا بعمله والحاجات دي ريحته حلوة قوي بصراحة الرز ده من الحلوة ممكن تكليحة كمان كده بقى الوقت هزبط الملح بس خلي بالك احنا حطين مكعب مرة يعني ما زودش الملح عشان خاطر المكعب المرة بيبقى حدق شوي فانا هنا هزبط الملح بس هنا بقى حط المية طبعا احنا عارفين ان الرز المصري كل كبية رز عليها كبية مية بس طبعا عشان خاطر الايام دي الرز بيبقى فيه بقى بيشرب مية او فيه ما بيشربش مية قوي فانت يا دو بصي يغطي الرز وبعدها بعقلة من صباعك كده بس كده يعني فوق الرز بشوية ويبقى كده مزبوط معي كده غطيت الحل بقى لما يشرب ميته خالص بسم الله الرحمن الرحيم شايفه كده اشرب المية بتاعته في المرحلة دي بقى انا بحب قوي ان انا اديله تقليبة زي كده اي رز معك في المرحلة دي اديله تقليبة كويس جدا واروح ما اهديه النار خالص لحد ما يستوي بقى ويشرب ميته كده خلاص كده هدي النار خالص بقى ياخد ويدعى مع نفسه فاكرين اللي مساء يقولك ايه اطعل على الرز احنا هنا هنطعل على الرز لغاية ما يشرب ميته خالص ويبقى ينفل في المعين واغطي على الرز واسوه بقى في حاله كده خلاص الرز دي كده اشرب ميته وهنا بقى فيه حتة زي التنساطعة عبدالغافور يقولك ايه بعد الرز ما يستوي يا فاطمة هويه احنا طبعا هويناه عشان لو اي ابخيرة ولا اي حاجة زيادة بتطلع برا كده ويبقى الرز معك حلو 100 مية الرز طبعا تلع معانا ان شاء الله بقى حلو جدا ودوك الرز اللي هو الحبة وحبة طبعا بناكنا كتير مايعرفوهوش وهو الرز بسيط خالص زي ما شكنا في الفيديو يا رب تكون وصفة النهاردة كده عجبتكو لو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو وهو دوك الرز شاف شكله والله من حلوطه هتكليه حاف حلو جدا وسهل جدا ما فيش اي حاجة هو الرز منه فيه خدنا حبة وحمرنا بيبقى معاك بالشكل ده يا رب يكون الفيديو عجبكو ولو عجبك الفيديو بقى متنسراش في لايك وشير واسوبكم فراعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في مطبخ نجلاشين بسم الله والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة عملنا فيديو جديد عن الكرب الكرب طبعا كلنا بنحبه كبار وصغار ودايما بنشتري من بره فتعالي نعمله النهاردة في البيت والمقادير ولا ابسط من كده ولا اسهل من كده وعندك في المطبخ وفي سوين هتبقى محضره شايف شكله وشايف التسوية بتاحته وشايف الليونة بتاحته وانا بتطبقه حلو جدا وشكله ولا اروع من كده وطعمه طحفه بجد حلو قوي لازم ان تجربوها وان شاء الله انت بعد ما تخلص الفيديو هتقوم تعمليه على طول بسم الله الرحمن الرحيم عشان طبعا نعمل الكرب يبقى سهل وسريع ويبقى سهل معايا اول حاجة انا هجبها شفشة الخلاط وفي شفشة الخلاط هحط فيها كباية لبن كباية لبن وكباية الا ربع دقيق ومعايا بيضة واحدة وثلاث معالق زيت كبار ومعالقة سكر صغيرة وربع معالقة ملح صغيرة ومعايا هنا معالقة خل اللي خلي هنا محسن وبيحسن من مستوى الكرب كله كده في الشفشة عشان خاطر يبقى سهل معايا بش هنجب بقى طبق ونضرب والحاجات دي كلها لا ده هو في الخلاط اسهل حاجة وهيدرب حلو جدا شايفة بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط وطبعا المأجيل هنكتبها لك في صندوق الوصف هجب بقى طاصة ومكونش الطاصة دي بتلزق طاصة اتفالة او اي حاجة وديها دهنة زيت كده وفضيت كده الكبشة الشفشة في الطبق وبالكبشة كده اخد كبشة وراح فرديها بس طبعا لما تكون الطاصة سخنة جدا وراح نازل ايه بكبشة كرب وراح فردها بايه بضهر الكبشة ما تحركيش في المتحرة دي خالص اول ما تلاقيه كده بصها يتطقط عماك لو انت تحركتها قبل ما تستوي لازم ان تاخد تشميع من تحت قبل ما تبدأ تتحرك معاك قلي بقلي بيها لكن قبشة اول ما تلاقيها تتحرك معاك اول ما تتشمل معاك قبل ما تتحرك قبل ما تتحرك قبل ما تتشمع معاك خطوة تشمع الاول ما تتحرك قلبها عن نحيى تخر كده هيبقى معاك كرب سريع جدا وسهل جدا ومقادير كلها عندك في المطبخ وشايفا اهو شايفا شكله طري جدا وحلو جدا ولما تحطي فيه اي حشوات هيبقى سهل معاك اوي بس انا النهاردة قلت عرفك ازاي عرفت عمليك كرب بطريقة سهلة وسريعة شافش الخلاط تضربي فيه كل المقادير سهل اوي 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 اسهل كمان ما بتضربيه في مضرب البدو الحاجات دي كلها الخلاط اسهل حاجة وفداية بمحضره طبعا الكرب ده ومن حاجات اللي احنا كلنا بنحبها وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لايك وشير للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في موضة خنجة لاشين بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة عملنا زبدة الفول السوداني بتبقى غالية جدا مع انها مفيدة جدا ومغزية جدا وحلوة جدا لما تدخلها لأولادك في الشاندوتشات وتحطي عليها مثلا عسل ومربب تبقى هيلة جدا وطعمها حلوة اوي ان شاء الله النهاردة عملنا بخطوة واحدة وبدون اي اضافات لا عسل بقى ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجة وبخطوة واحدة هتعمليها ومش هتفرقها عن بتاعة بره ان شاء الله لما تعمليها معانا النهاردة هتبقى سهلة وسريعة ومضمونة ونضيفة وحاجة في البيت وان شاء الله تعجبك بإذن الله اول حاجة باسم الله الرحمن الرحيم انا جبت الفول السوداني واسهل طريقة تأشير الفول السوداني شايفة المصفة دي ابضل افرق فيه كده بس طبعا المصفة مش مساعداني فانا الوقت هجيب المصفة تانية وهجيبها دي مش مساعداني انها طلع القشة فانا هجيب المصفة دي يكون اخرامها وسع شوية وابدأ اللي انا ايه بشايفة افرق كده لحد ما القشة ده يطلع ولو فيه مثلا واحدة القشرة اللي ازقى فيها ولا حاجة حاولي طلعيها انا مش عايزة القشرة الاحمر ده خالص عايزة الفولة كده تبقى حلوة كده الوحدية شايفة طلعت القشرة الاحمر كله هي بالمنظر ده كده ويبقى معاك معايا بقى الوقت كده انا حابة ان انا اتقدله تحميصة على البتجاز كده جبت سنية وحطيت عليها الفول السوداني وحطيته عشان خطر اقدله تحميصة هي ديها واحدة بس كده ياخد درجة السخونة يوصل معاك اللون دهبي وحل طبعا السوداني ده مش ناية ولا حاجة السوداني ده مستوي كل حاجة بس انا حابة ادريه تحميصة عشان ريحت السوداني والزيوت اللي في قلب السوداني يبقى سهل معايا في ضربه في الكبة ويبقى حلو معايا شايف انا دربت اول كبة هي دربت اول مرة شايف الفول السوداني عامل ازاي والزيوت بتاحته عامل ازاي فانا الوقت هوريك ازاي انا طلحت وصلته للدرجة دي وازاي كده بخطوة واحدة بس مش هتعمليها اللي هي كده هي في كبة الخلاط هي دي الخطوة اللي انا بقولك عليها تبعيني في الخطوة وان شاء الله هتطلع معاك نكحة مليون في المية اول حاجة انا هجيب كبة الخلاط وحطي فيها السوداني وهو سخت اهم حاجة جيب السوداني هو سخت ودي ضربته كده شوية وحطيته في الكبة هيتطلع معاك اول ضربة هيتطلع معاك زي البودرة كده طبعا انا مش عايزة السوداني بودرة انا عايزة جيب السوداني كل الزيوت بتاحته طلع زي بتاعت برة واحسن فانا الوقت كده هرجعه تاني للكبة وهضربه تاني علشان برضو انا عايزة الزيوت بتاحته كلها تطلع رجحته للكبة تاني وضربته تاني شايفة برضو مش ده القوام اللي انا عايزيه هو بدأ يليم معي هو بس برضو خليك تابعين في الخطوة هي خطوة واحدة بس وهيوصل معاك بدون اي اضافات وتطلع معاك يناجح لازم ارجعه تاني بصي انا رجحته كده تالت مرة في الكبه تالت مرة في الكبه وبردو هشغل الكبه تاني عليه وهضربه في الخلاط كويس جدا هاي الخطوة بتاعت زبدة الفول السوداني بتعتمدتش على الكبه والضرب فيها شايفة خلاص كده انا وصلت للمرحلة دي شايفة الزيوت عاملة ازاي فيه شايفة بقى نعم ازاي ومتجنس ازاي الجامد بس برضو هتديله كمان ضربة وهوريك الزيوت طلعت ازاي منه وبدون اي اضافات هتديله كمان ضربة كل مرة كده اضربه من ديال ديال ونص في قلب الكبه عشان توصل لدرجة النعومة بتاعته ويبقى زي بتاع بره واحسن كمان دربته خلاص كده دي رابع مرة لرجحته للكبه تاني ودربته بص رابع مرة بقى شايفة الزيوت بتاعته شايفة النعمية بتاعتها زبدة فول سودان ولا بدون زيت ولا عسل ولا زبدة ولا اي حاجة هو كده تمام شايفة ما شاء الله اضرب كله في الكبه هي بس يقول اللي احتمدنا اللي هو ازاي اضرب في الكبه كويس اوي مش اكتر من كده هو كل شغلنا في الكبه وانتش واقفة شايفة من كتر الزيوت اللي في السوداني بيقع من معلقة ازاي هضرب بقى شوية الاخرانيين دول وارجع لكو تاني خلاص ضربت اخر حبه هوا شايفة برضو الزيوت بتاعته بجد حاجة هيلة وحاجة حلوة جدا وبدون اي اضافات هوا الفول السوداني بيعتمدش يا جماعة لباعد تاني انه هو ما بدربش الا في الكبه بس ولا حطت زيت ولا حطت عسل ولا حطت ملح ولا حطت اي اضافات هوا ضربك في الكبه اهم شيء والتحمسة بتاعته لعنار دي اللي هي بتبقى ديئة واحدة وهو سخنة بدربه في الكبه هيزهر معاك كل الزيوت دي والنعمية بتاعته دي شايفة بقى شكله عامل ازاي والزيوت بتاعته طالع منه ازاي حلوة جدا وهيلة جدا ومفيدة ومغزية ريت تدخلوها الاولادكو في الشندوتشات وهم قاعدين بيأكلوا البسكويت بتاعهم كده وتحطيها لهم كده يأكلوها مع البسكويت مغزية جدا معانينا برا انا بشتريها بسعر غالي جدا معاني لقات العملية سهلة خالص ما فياش اي حاجة وطبعا لما بتروحي اللي عند المقلة وجيب فول السوداني تقولوا انا عايزة عاملها للزبدة الفول السوداني هيديك سودانية نظيفة وحلوة وكمان هتطلع معاك نتيجة هيلة يعني انت كل ما تجيب السوداني احسن وحلو هيطلع معاك حلوة جدا معاك شايفة هيطلع بقى تقدمها كده لولاك بعيش كايزر وافرد زبدة الفول السوداني في قلب الكايزر كده مع معلقة عسل طبعا شوفي بقى كمية الغزائلة دخلتها لأولادك وحاجة عملتها في البيت ونظيفة وسريعة ومضمونة شايفة وممكن تقدمها لهم كمان مع مربة وممكن تدخليها في اي حاجة عندك في الحلويات مع بسكويت هيلة جدا اتمنى تجربوها لانها حاجة مفيدة ومغزية والزبدة دي ممكن تحطيها في التلاجة بتقعد معاك من شهر لشهرين يعني ما فاش اي حاجة محطط لها لان هي تبوز او يحصل لها اي حاجة ممكن احطها كده في الطبق بتاعها زي ما هو كده عشان مش عاملة كمية كبيرة او انت عملت كمية كبيرة حطيها ببطرمان واقفل الغطة كويس وحطيها في التلاجة تقعد معاك من شهر لشهرين مش يحصل لها اي حاجة وما تخفيش شايف انا غطيت الورق بورق بكسة ستريتش ازاي وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لايكوا شكل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجا لاشين باسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة عملنا من بتين تمانية وعشرين كتاعة كوب كيك حلوة جدا وخفة جدا ومقدير مزبوطة وهتفرحي بكده اولادك كده وحاجة جميلة قوي اول حاجة انا معايا البتين اهم ومعايا شافش ايه الخلاط واحط البتين في شافش ايه الخلاط واحط معاهم كزين فانيليا واضرب البيت لوحده كده عشان خاطر يعمل لها شاشة كده للكوب كيك بتاعي دربت البيت كويس وده الكوام اللي انا عايزها شايفة عامل رغاوه حلو ازاي لازم ان يتضرب لوحده وبعد كده معلقة تخلي واحده ابيض انخلي الابيض العادي احط كده معلقة واحط معاكم باية سكر بيريت يكون السكر لونه ابيض عشان خاطر ما يغمق لكيش الكيك وورده اضربهم تاني كل ما حطي مقدار اضربه لوحده بادربهم كويس جده خلاص ضربته ضربت السكر مع البيت كده كويس قوي انزل بقى الوقتي بكوباية اللبن كوباية اللبن بدرجة حررت الغرفة يعني كوباية عادية خاص بيش سخن ولا حاجه واضدله برضه اضربه تاني وبعد كده نزلت بكوباية الزيت بس ما معرفتش اصورها انا نزلت هنا بكوباية زيت انت حابة تحط زيت وثمنه براحتك حابة تحط زيت وزبدة براحتك ممكن تحط نص زبدة ونص زيت ده براحتك برضه وضربتهم كويس جده اهم حاجه هنا تضرب بصي شايفه بقى عامل ازاي عشان ضربه كويس جده اجيب بقى الطبق اللي انا هحط في الدقيق كده وعليه المنخل اللي انا هنخل في الدقيق احط كده كوبايتين دقيق كده حطيت اول كوباية الثانية كوبايتين دقيق وهنزل عليهم بمعلقتين نشا كبيرة معلقتين نشا كبار كده وانخله كويس عشان خاطر هنا للناخ بتدخل الهوى كوة دقيق فهيديك نتيجة حلوة تمام وعلى كاف في ايدك كده هنزل كده بشوية ملح صغيرين على رشة ملح بسيطة وهنزل كمان باكل بيكين بودر كله باكل بيكين بودر كله كده وقلبهم كويس وبعد كده انزل بقى بالشفشة على الدقيق واضربهم كويس وبرده قلبهم كويس قوي كده وسمى على الحاجة كده وانا بقلب كده اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله شايفة القوام ده القوام اللي انا عايزها بش خفيف قوي شايفة انا عشان خاطر اسوب بيبقى سهل معايا اللي خليت وانا باسوب في الاولي بالكوب كيك بحب احطه في الشفشة ابوس ويكون اللي بوس كده عشان خاطر يسوب معايا بسهول ودي صواني الكوب كيك اهي معايا كده صاغين والواحدة فيهم اتناشر واحدة يعني دي اتناشر واحدة كوب كيك وتحط فيهم الورقة بتاع الكوب كيك عشيك قوي وكمان بتفرحيهم بيها انزل بقى كده الوقت كده بالخليط على الكوب كيك شايفة وما تعملش تمليش قوي المقدار اخليه نص بس نصه كده شايفة بامل الواحدة نصها ما شاء الله تبارك الله اهو عملتهم الاتنين كوب كيك اهو كل واحدة فيهم اتناشر وادي اتناشر يبقى تمانية وعشرين وده اربعة يبقى تمانية وعشرين كوب كيك من بطين حاجة موفرة وهيلا وهتطلع معاك جميل دلوقتي انها مسخانة الفرن جدا وحطوهم على الراف الوسطى ع درجة حرامية وطمئنة هياخدوا معاك تلت ساعة او تلت ساعة وخمس دقائق وادى شاكلهم بعد ما طلع من الفرن خد تلت ساعة وخمس دقائق في الفرن بالزبط شايفة هيطلع معاك كده ولو لقتيه يحمر من تحت ومحمرش من فوق ولا عشواء يطلع معاك بالمنظر ده شايفة من حاجات الحلوة المبهرة كده واتفراح بها اولادك شايفة ماشاء الله تبارك الله والله حاجات موفرة واحلى من نشتريها كمان وكمان حاجة هتفراح بها اولادك شايفة الكوب كيك شايفة الطريان بتاعه شايفة لونه ابيض ازاي وحل كل ما اجيبي مقاديرك حلوة كل ما هتاخدي نتيجة هايلة وهتلاقي الكوب كيك معاك فاتح بشغام طرية ونعمة او ازاي وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لايكوا شكل الكوب كيك والسلام عليكم وبركاته